تعالوا اروح ليه خبر يعني بيذكر دائما كل عام عندنا هنا في البرنامج وفي صحف ووسائل اعلام ايه هي عندنا شاطئ شعير في اسكندرية اسمه شاطئ النخيل شاطئ النخيل لسبب او الاخر بيشهد حوادث غرق كثيرة جدا غرق منهم واحد وعشرين مواطن في هذا الصيف بس هذا الموسم السؤال لماذا لا يتم اغلاق شاطئ النخيل الحادثة دي تكررت قبل كده في الصيف الماضي وانا فاكر ان انا عرضت حوادث لما واحد وعشرين الموية تسحبه ايه اللي بيحصل في شاطئ النخيل ايه المشاكل اللي هناك طب ليه محافظة الاسكندرية لم يلتفت ليه رئيس الحي لم يلتفت ليه رئيس اتحاد ملاك قرية النخيل او شاطئ النخيل يعني ليه الحادث مستمر بهذا الشكل عندنا حادث النهاردة حصل شاب واحد وعشرين سنة يعني مات النهاردة على شواطئ الاسكندرية هو عامل من محافظة الدقالي لقى مصرعه غرقا اليوم السبت يعني هل دا ينفع دا جرس انذار مهم جدا طب السادة اعضاء مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية بيقولوا ايه بيتصرفوا ازاي بيتعاملوا ازاي مع حوادث ازاي كده هو حضرتك مش بتمثل الامة المصرية والشعب المصري لما حضرتك لقيت مثل هذا الحادث انت كنائب ليه ما استدعتش المحافظ معرفش مين الجهات المسؤولة عن شاطئ النخيل انت كنائب بالبرلمان كنائب تحت الابة بتمثل الامة المصرية عليك ان انت تبحث عن دا شاطئ النخيل تتكرر حوادثه كل عام ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد باي صورة من الصور اي رد فعل فيش اي رد فعل من المسؤولين عايز اعرف برضو السيد محافظ الاسكندرية قعد في مكتبه بيعمل ايه ليس تقليلا من شأن حضرتك السيد المحافظ بس دول مواطنين رعاياك يا سيد المحافظ خد قرار اقفل الشط اعمل اي حاجة هتمنى يجي لنا رد من السيد محافظ الاسكندرية او السادة اعضاء مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية